السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بأحوال طيبة اليوم نشارك معكم صبونا لغزال البشرة تفتح لون ديالها وتحيد البقع السوداء والتصبوغات نبقى معايا باش نشوفوا المكونات وطريقة التحضير ندوز الأول مكون اللي هو البقدونس مكون رئيس لهذه الوصفة وكذلك حليب بودرة عسل النحل عسل حر وماء الورد ونشط دورة والصابون طبيعي ما يكون فيه اضافات بحلوز او الخزامة يكون طبيعي فمن بعد ما كناخدوا ديك ربطة ديال المعدنوس كنغسلوها مزيان وكنشفوها صافي كنقطعوها وكنديروها في الخلاط الكهربائي باش كنضيفوا لها المكونات المتبقية فبالنسبة للمعدنوس فره فعال القضاء على التصبغات وكذلك البقع السوداء اللي كيكونوا بحل شكل ديال الكلف فتقريبا معدم النساء كيعانيوا من هاد المشكل وكذلك كيعطينا نظارة وصفاء البشرة ديالنا فمن بعد ما كنخويه الكيمية كاملة في الخلاط الكهربائي كنضيفوا هنا حليب بودرة كنديروه جوج مع القبار ديال الحليب فبالنسبة للحليب فهو الدور ديالو انه كيرطب لنا البشرة ديالنا وكذلك كنضيفوا ناشا الدورة حتى هي جوج معالق كبار فالنشا معروفة انها كتفتح لنا اللون ديال البشرة وهنايا كنضيفوا ماء الورد انا غنضير هذه القرعة كاملة تقريبا ما يعادي الكأس فالماء ورد معروف انه كيسد المسامات في الوجه واخير مكوين هو العسل الحر عسل النحل فالعسل غنيب بالفوائد لعلى البشرة ديالنا ولعلى الجسم ديالنا كناخدوه معلقة كبيرة فمن بعد ما كنضيفوا المكونات كاملة للخلاط سافي كنتحن هادشي كامل باش نحصلوا على سائل فانا غادي غادي نغادي 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 عناصر وغادي نرجع معاكم فمن بعد ما طحنت دوك المكونات كاملة كنحصلوا على سائل كما كتشوفوا معايا كيكون خفيف يعني تكتأكدوا انكم طحنتوا ذاك المعدنوس مزيان صافي دابا غادي ندوزوا للمرحلة الثانية هنا كنصبو الخليط ديالنا كامل في وعاء الطبخ باش كنبضعو الخليط ديالنا على النار كتنقصوا على الخليط ديالكم البوطة حتى الاخر كتخليوه على نار مهيلة وكتبقاو تحرقو مزيان حتى كيس خن حتى كيس خن مزيان وكتكونو ضيجا داك السابون اللي وردتكم في اللوول كتكونو حكيتوه او لقطعتو قطع صغيرة باش كيسهل انكم تضيفوه يدوب ضغياء وكتبقاو تضيفوه شوية بشوية كيما غادي تشوفوا معايا دابا فانا غنضيف شوية بشوية باش كيسهل باش كيسهل باش كيسهل باش كتبقاو نحركو متنساوش بان البوطة متجهدوش البوطة خليوها يعني تلخر يعني تكون مهيلة باش ما كيتحرقش الخاليط وكيتلها بضغياء سافي كتبقاو تضيفو الصابون حتى كتكملوها من اللي كتكمل سافي كتطفو على الخاليط ديالكم فمن بعد ما كنحيد الخاليط ديالي من فوق النار وكتكون صابونة كاملة دابت لنفذك الخاليط سافي كن فردك الخاليط فالقواليب ديال سيليكون تم متحل ولا اي قالب اي قالب متوفر في المنزل سافي كن بقاو على هاد الطريقة حتى كن كملو الخاليط كامل كن كن عمرو هذا الفراغات ولا هاد القواليب كن عمروهم بهذا الخاليط فمن بعد ما صبيت الخالط كامل في هذا القوالب ومسحت من جناب كان ديروه يبرد باش كي يجمع فمن بعد ما برد لنا مزيان انتم كما كتشوفو ده بغنجيبو شي شي صاحن ولا شي حاجة فين غنحطو دوك الصابونات دينا سوف نحيدو الصابونات من هاد القوالب كما كتشوفو معايا سيكونوا متماسكين بحل شكل دي الصابون كي يكون قاسح هانتوما البنات هدا وشكل ديال الصابون فبنسبة لطيقة الاحتفاظ كانت تخرجي صابونة وحدة اللي غادي تكفيك والباقي كتديريه في علبة وكتديريه في المجمد باش كتحتفظي به مدة طويلة ما كيوقع عليه حتى شي حاجة كانت من الفيديو عجبكم وتجربو هاد صابون في علا نغزال بزافة البنات ما غاديش تندمو عليه وان شاء الله نطلقوا فيديو جديد وما تنساوش تدعموني بلايك وبشتراك وتبقوا على خير وباخير ان شاء الله يربي ولقاكم ديما في احسن الاحوال شكرا بزاف على المتابعة